والآن مشاهدين وصلنا إلى فقرة الشرفة الثقافية التي تصحبنا فيها شاعر أوداد بن موسى تحية طيبة لك أستاذ أوداد أهلا أناس أهلا بأوفياء الشرفة الثقافية نفتتح نوافذ شرفتنا اليوم بإعلان وزارة الثقافة عن دعم 38 مشروعا ثقافيا وفنيا في قطاع المسرح بمبلغ إجمالي قدره مليون وثلاثة مائة وخمسة وستون ألف درهم وذلك برسم الدورة الثانية لسنة ألف وستة عشر وتغطي المشاريع المدعمة مجالات تنظيم أو المشاركة في المهرجانات والتظاهرات المسرحية وكذا الإقامات الفنية وورشات التكوين ثم مسرح وفنون الشارع وقد ترأست اللجنة المختصة في فرز هذه المشاريع الحاصل على الدعم الفنان نعيم المشرقي إضافة إلى مجموعة من الأسماء اللامعة في مجال المسرح إنه أبو الفنون الفن الجامع لكل صنوف الإبداع المترجم لأحوال الناس نعم ودادو الآن إلى مدينة خريبقا ومهرجان السينما نعم ومن المسرح إلى الشاشة الكبرى حيث سيرأس الفيلسوف الفرنسي الشهير ولأول مرة بالمغرب إدغار مغان لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان السينما الإفريقية بخريبقا في دورته القادمة والمنعقد ما بين السادس عشر وثالث والعشرين من شهر يدوز القادم ولعل هذا الاختيار بنفحته الفلسفية يبعث الأمل في مهرجان كان العنوان البارز في القارة الإفريقية منذ سبعينيات القرن الماضي وكان انتقاء الأفلام المعروضة خاضعا لمعايير في المضامين والشكل أساسها الانتصار إلى القيم الإنسانية الكبرى من جهة أخرى أوضحت مؤسسة المهرجان المنظم تحت الرعاية الملكية السامية عن عقاد مجموعة من الندوات المتخصصة بموازات عروض الأفلام التي ستتداول الشأن السينمائي في القارة الصمراء بمشاركة ألمع المشتغلين في صناعة راهن الفن السابع نعم أستاذ ودارو الآن من الفن السابع إلى الموسيقى وتحديدا إلى مدينة أغادير نعم إلى أغادير ونسخة جديدة من المهرجان الموسيقي السنوي تيماتير وهو الحدث الثقافي والفن الأبرز في عاصمة سوس والذي تتوالى دوراته ويظل وفي لهويته والسير على منوال شعاره الدائم الفنانون الأمازيغيون يرحبون بموسيقى العالم ولعل أهم ما سيطمع برمجة الدورة الجديدة التي ستقدم ابتداء من الثالث عشر من يوليوز المقبل وحتى السادس عشر منه هو الفتاح والاحتفاء بالروايس وأغانيهم الخالدة لدى أجيال مختلفة وتكريم يليق بمقامهم على مدى اليومين بمسرح الهواء الطلق بمدينة أغادير وستطاع المهرجان هذه السنة جلب كوكبة من النجوم يمثلون أنماط موسيقية متنوعة من داخل المغرب وخارجه ولم يستثني في ذلك حتى الموسيقى الإلكترونية وكل التعابير التي تميل نحو اللون الشبابي نعم أستاذ ويداد فللأسف فقد المغرب التقافي هذا الأسبوع أحد أبرز الوجوه النقاد المتخصصين في مجال الرواية والقصة نعم بالفعل إنه فقد جلل وخسارة فادحة للمشهد الثقافي المغربي برحيل الفقيد الدكتور أحمد فرشوخ الذي غادرنا في فورة العطاء الأدبي وفي رعاء ريعان الشباب وكان الفقيد طيلة حياته من الفرسان الكبار لتطويع النصوص السردية باستناده على أحدث المناهج العلمية في قراءة النصوص الأدبية وقد خلف الراحل منجزا أدبيا رفيعا على مستوى الإصدارات سندكر منها على سبيل المثال جمالية النص الروائي الطفولة والخطاب تجديد درس الأدب وغيرها من العناوين الكثيرة صادق العزاء لأسرة الثقافة والأدب بالمغرب وصادق المواساة لزوجاته الشاعر المبدع الزهر المنصوري إذن عزونا واحد في سيد أحمد فرشوك رحمه الله إذن الآن سيدة أوداذ ماذا عن جديد الإصدارات المغربية؟ نعم توصلت الشرفة الثقافية بدوان شعري صدر حديثا عن مجبوعة البحث في البلاغة والأدب للشاعر عبدالله المويسي الذي اختار له كعنوان أقتني الشعر بالماستركارت وتدخل نصوص هذه التجربة في إطار كتابة حديثة مغاهرة تعتمد بالأساس على الجملة الشعرية الطويلة الحمالة لأكثر من معنى والمطلة على أكثر من صورة ويعتبر الشاعر عبدالله المويسي من الأسماء القادمة من النقد والرواية إلى متاريس القصيدة بانزياحاتها وأفاقها الرحبة بخلاف عديد المبدعين الذين هجروا متون الشعر إلى عوالم الوصف والسرد الروائي نقرأ من هذا الإصدار الجديد أن تكون كاتبا معناه أن تحجز عبر الأنترنت تذكرة ذهاب وإياب في قطار بخاري إلى الجنون علي أن أربي البطء بين أصابعي أن أحمي الفكرة في رأسي تولد باكرا كصباح صغير وراء الباب نفحات فنية وشعرية جميلة أستاذ أوداد بن موسى أشكرك جزيلا شكرا على هذه الشرفة التقافية شكرا لكم بالغاية اشتركوا في القناة